موسيقى موسيقى للأسف مزارة الرياضة والقائمين على عدم إدراج الحقائق وكما حدث في مؤتمر لوزان وحينما عدنا إلى مصر قد أتوا بأقوال أخرى وكتبت على كل الصحائف والجرائب في مصر وكلها مغرضة وليست محقيرة أيضا ما يتم في لقاء دولة رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء الدكتور حاسم بلاوي الرجل المحترم رجل الدولة الأول الرجل الذي يحترم المواصيل الدولية لأنه بحكم عمله الصابق كأميم مساعد لآية الأمم المتحدة في جنوب شرق أسيا فهذا الرجل يعلم ما هو المساق الأولمبي والمواصيل الدولية كسادة أن أره الجميع أن يعلم ما كتب في جرائد اليوم كله لا يمت الحقيقة بشيئة باتا في لقاء دولة رئيس الوزراء الذي قلبه على الدولة ويريد أن نمر مر الكرام من هذه الأزمة ولا توقف نشاط دولة بأجملها هو يرفض هذا الأسلوب ولا يجوز أن يكون القائم بعمل وزيرا للرياضة وزيرا للرياضة أن يقوم ويقول أمام رئيس الوزراء يريد النشاط يوقف ونوفر 300 مليون جنيه ده ما يبقاش وزير اللي عايز يوقف نشاط دولة ما يبقاش وزير وهذا الكلام اتقال عم مش بس داخل حجرة رئيس الوزراء ولكنه أتى بهذه الأقوال أمام الصحافة 300 مليون اللي بتكلم عليهم اللي هم حاسة رئي دي شينيرو 2016 الدولة لا تبخل عن أبنائها وأن قطاع الرياضة الذي يكون من أكبر مؤسسات الدولة حجما من 5.5 مليون مواطن يعملون في هذا الحق كيف يقرب هذا الوزير الذي يصل قراراته العشوائية غير مدروسة وألفاظ عشوائية غير مدروسة كيف يأتي بهذه الكلمات ويقول يريد النشاط يقف عشان نوفر 300 مليون وبلش السفرات والفزحة رؤساء الاتحادات وأضاء مجلس سرط اللجنة الولمبية الجميع صمم أن يأتي اليوم ليقول كلمة نحن يا طاهر سوف نحافظ على رفع عالم بلدنا في كافة المحافل الدولية نحن يا طاهر يجب أن نشهدنا الوطني لازم نسمعه مش هنبعد عن العالم يا طاهر عشان أغراضك الشخصية هذا مرفوض شكرا وموضوعة كل ما كتب بصحائف اليوم لا يسابق بجد كل هذا كلام أنا منزل لكم قرار البيان الذي أدل به رئيس مجراء مصر عنده وين هو يريد تقروه دولة الرئيس قال لي إحنا منتزمين بالمساق الأولمبي لأن المساق الأولمبي هو دستور مصر دستور مصر في المدى 84 هو المعيار الدولي بالمسؤول الأول عن الرياضة في مصر الممثل الشرعي للرياضة العالمية والدولية المستشار كالد زين وليست كلمة ولكن بناء على اللوائح والقوانين المصرية وبناء على الدستور المصري وبناء على اللوائح المعمول بها دوليا وعالميا الحقيقة بعد اللقاء الذي تم وسأظلوا كاليرو ليه؟ لما بيكون في مشكلة من المشاكل بيستعينوا بالخبراء في مجال المرتبط بهذه المشكلة لم يكن تحيزا للسادة الحضور وأسال التحادات المصرية فكل منهم قيبة وقامة على المستوى المحلي والعربي والدولي لن تكن هذه الكلمة مجاملة لماذا لم يستعين الوزير بهذه القامات لوضع الرياضة المصرية ولكنه عكس الأمر عمل إيه؟ هو الوحيد اللي هيكون صاحب فضل في أنه يتسبب أن مصر تبقى في مصر دولية لم يستطع العالم في المحنة السياسية اللي مرت بها مصر أنه هم يجعلوا مصر في وصلة دولية ولكن الرياضة هي اللي هتتسبب فيها هتسبب فيها وزير الرياضة كل الجالسين حصلوا معلات وسماد وناشين ونيدالياء عن المستوى الدولي المفروض أن أي حد فيهم الفرد فيهم جادر على المساحمة الجينة في حل المشكلات التي تحدث على المستوى العربي مش على مستوى مصر بس المفاجأة الغريبة أن تشخصبت الأمور لما الأمور تتشخصا في مشكلة بسيطة يبقى أمر وارد إنما لمشكلة ترتبط بمصر أشخصا الأمور ويبقى الضحية بس مش مسموك لحد وأنا هتكلم الحقيقة بمنتهى الشفافة حصل اللي كان والدكتور حازم الببلاوي بعتلي كنت آخر واحد وبقول لي خلاص احنا عملنا كذا 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 هنبعت جواب للتهدئة والوزير هيعمل قانون والوضع خلاص هيستقر قلت له بعد إزم حضرتك أنا بلفت نظرك إن الموضوع جد وخطير إزنا بنلتزم بالمواثيك الدولية هنبقى في وصلة التاريخ اللي هيحاسب كل المسؤولين قال لي تجوان حتى في الأول قالها هو المصر خالد احنا تم هيبها على الجواب يقول إن كل حاجة تويسة قلت له مش من حق المستشار خالد ولا من حق أي مسؤول في الدولة أن ينقض عهود ومواصيك دولية مصر التزمت ووقعت عليها لما انها وقعت عن المساك الدولي للتربية البنانية والرياضة الصادر من الأمم المتحدة من سنة 52 ومضت عليه مصر سنة 78 ترجمة نانسي قنقر